ربما هي ساعات قليلة متبقية على إنهاء حلم أطفال مدرسة الفخيط المهددة بالهدم في مسافر يطى جنوب الخليل المدرسة التي تضم قرابة مئة طالب وطالبة أخترتها سلطات الاحتلال بالهدم عام 2012 بحجة بنائها دون ترخيص ووقوعها ضمن منطقة إطلاق النار حسب الدعاء جيش الاحتلال الذي رفض الالتماسات المقدمة إليه على مدار السنوات الماضية متجذرين في أرضنا متجذرين في هذه المدرسة لن نبرحها وإن شاء الله تعالى بتدخل مؤسسات الأجنبية بوعي أبنائنا بصمود أبنائنا في هذه المنطقة سنتجاوز هذه المحنة بعونه تعالى وكانت القنصلية البريطانية قد نشرت على صفحتها خلال الساعات الماضية أنها قلقة بشأن تقارير عن احتمال هدم مدرستين وعيادة صحية وسبع منشآت أخرى في مناطق جنبة والفخيت وطوبة قائلة إن عمليات الهدم تتعارض مع القانون الدولي الإنساني هي الفكرة جارية على عملية التصدي بالجدر البشرية التي سنعمل عليها بإذن الله وكما حصل بالخان الأحمر الرئينا في تلك المناظر التي كانت بالأجساد تعتلي الجرفات والمعدات الاحتلال سيكون هنا بإذن الله ذاك المشهد وذاك المنظر وبصورة أقوى بإذن الله حسب الحشد الجمهير الذي سيواجه هذه المنطقة هذا وتتعرض مسافر يطى لحملة إسرائيلية شرسة تستهدف معظم الخيام وبيوت الصفيح بهدف طرد المواطنين وتفريغ المنطقة من سكانها ما هو مصير الطلاب الذين سيفقدون مقاعد الدراسة في حال نفذت سلطات الاحتلال عملية الهدم وحولت مدرستهم إلى ركام من منطقة الفخيط في مسافر يطى جنوب الخليل رائد الشريف الغد فلسطين